اشتركوا في القناة ورحب فضيلة الإمام الأكبر بمعاليه وبمشاركته في اجتماع مجلس حكماء المسلمين والمقرر عقده يوم غاد الثلاثاء معربا عن تقديره العميق لمملكة البحرين وقيادتها وشعبها محملا معاليه تحيات لصاحب الجلالة المفدة ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وأبدى الجانبان اعتزازهما بالعلاقات الودية التي تجمع الأزهر الشريف بمملكة البحرين عموما وبالمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية خصوصا وبحث معا عددا من الموضوعات والقضايا المشتركة التي تهم الإسلام والمسلمين